قال وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون أن التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي بشأن الدربات الجوية على رفح الفلسطينية يجب أن يكون سريعا ووافيا وشافيا دعيا مجددا إلى وقف القتال وكتب كاميرون على منصة توصيل الاجتماعي X أن المشاهد في رفح الفلسطينية مؤلمة للغاية بعد الدربات الجوية مطالبا بسرعة إجراء تحقيق وضف كاميرون أن هناك حاجة مسة إلى اتفاق لإخراج المحتجزين وإدخال المساعدات مع هدنة في قتال للسماح بالعمل على وقف إطلاق نار يدوم لفترة طويلة